نواصل منذ عدة أيام من هنا من منطقة كاش التابعة لمحافظة أنطاليا تركيا المطلة على شرقي البحر المتوسط رصد تحركات عسكرية كثيفة لقطع حربية تركية ويونانية كما تشاهدون في الصورة الآن نرصد لكم قطعتين حربيتين يونانيتين على الأرجح وذلك بسبب قرب هذه القطع من جزيرة ميس اليونانية على مدار الأيام الماضية كانت عدسة سكاينيوز عربية قد رصدت حركة كثيفة لهكذا قطع بحرية حربية تركية ويونانية على حد سواء وفي هذه المنطقة تحديدا منطقات التي تقع فيها جزيرة ميس أو كاستيلوريزو كما تسمى باليونانية هذه الجزيرة التي لا تبعد عن الأراضي التركية سوى كيلو مترين لكنها تبعد عن الأراضي اليونانية قرابة ستمائة كيلو لكنها تخضع للسيطرة اليونانية نحاول أيضا أن نرصد معكم آخر ردود الأفعال التركية فيما يخص أزمة شرقي المتوسط لا بد هنا أن نذكر بتصريحات وزير الخارجية التركي مولود شووش أغلو الذي قال في الساعات الأخيرة أن بلاده مستعدة للجلوس على طاولة الحوار مع اليونان لكن دون شروط مسبقة لكن اليونانيون يشترطون أن تسحب تركيا سفينة أنتقيب التركية أوروش رئيس بالإضافة لهكذا قطع حربية عسكرية باتت تملأ شرقي المتوسط مهران عيسى سكاينيوز عربية كاش أنطاليا